تثير قضية أحكام الإعدام الجدل في العراق بين حين وآخر ويزداد هذا الجدل تعقيدا عند الحديث عن محكومين أدينوا عبر انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب أو عبر وشاية المخبر السري كما أكدت العديد من الجهات الحقوقية المحلية والدولية ومؤخرا أثار حديث وزير العدل العراقي الحالي في حكومة الإطار التنسقي خالد شواني أجدل بكشفه عن وجود ثمانية آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى الإرهاب داخل السجون وازداد التساؤل مع وصول أعداد المحكومين بالإعدام إلى ثمانية آلاف عن أسباب عدم مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام التنفيذ وإصدار مراسمة جمهورية بذلك الأمر الذي يزيد الشكوك حول وجود تدخلات للتسويات السياسية في حسم وتحديد مصير هؤلاء وزادت طين بيلا إقرار الوزير بمشكلة الاكتطاظ في السجون والحاجة إلى معالجتها وزعمه عدم وجود تعذيب في السجون الحكومية الأمر الذي تحول إلى موضع إدانة وتهكم بين العراقيين الذين قالوا إن الملصات لا تتوقف عن نشر فيديوهات موثقة لعمليات تعذيب واستغلال ومتاجرة بالمخدرات داخل السجون الحكومية ويؤكد ناشطون وحقوقيون أن قرارات القضاء انتقامية بحق الغالبية العظمى من المحكومين بالإعدام مشيرين إلى مطالبة تحالف الإطار التنسقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية بالمصادقة على أحكام الإعدام لألاف السجناء العراقيين الموزعين على سجون البلاد وتتجسد ثقافة الانتقام في بيان أصدره الإطار يطالب فيه بتنفيذ الإعدام خلافا لتعهداته في مفاوضات تشكيل حكومة السودان مع القوى السياسية التي طالبت بمراجعة أحكام الإعدام المبنية على انتزاع الاعترافات تحت التعذيب أو بيوشاية المخبر السري